الفيديو بعنوان ما هو الإلحاد كيف كانت نهاية كبار النوحي درس خطير جدا للدكتور محمد راتب النابلسي أنا بحبه كتير لراتب النابلسي إنسان كتير مثل ما وصفه أصدقاء والصديقات صافتي بتمنى هو ما يطرح شي يجبرني يكون شوي آسي عادة ذلك ما هو الإلحاد الإلحاد أن تنكر الشمس في رابعة النهار أن تنكر الشمس في رابعة النهار هذا هو الإلحاد لا يستقيم هذا الكلام هي اسم مغارطة مقارنة زائفة لما أنت بتستعمل طرفين لتوصل للنتيجة المرغوبة لكن الطرفين وقت الجد لا يستقيم أن يقارنوا سوا بقلكم كيف لا يستقيم اللي عم بيعمله هو عمليا شو عم بيقلك الأدلة على وجود إلهي هي نفس الأدلة على وجود الشمس لكن هذا الشي لا يستقيم لأنه أي الوحيد الوصول للإله تبعك أو أي إله آخر هو الإيمان بدك تقامي وجود هذا الإله للشمس ما لك مجبور تستخدم الإيمان لأنها تتشد منه هي موجودة الإيمان ما له موجود على القائمة أبدا لكن أنت عم تقول أن الإله نفسك مثل الشمس تماما لو كان هذا الكلام صحيح كان ما فيه اختلاف أبدا على وجود إلهك صديقي إن كان هناك شخص فعلا لا يقتنع بوجود الشمس فهذا منحطه بقائمة الإنكار للحاد ليس إنكار الإنكار يأتي بعد البيان أنت ما فيك توصف حدا بالإنكار إلا ليكون فيه بيان بالبداية هل هناك بيان على وجود الشمس نعم من أبو برنا نقول إن الشمس موجودة فإذا حدا رفض هذا الادعاء بصير منكر للواقع مثل ما هل يوم نقول قصية طالع بفيديو حدا عنده مشكلة مع هذا الموضوع أنا لا أعتقد أنه قصية طالع بفيديو أنت منكر للواقع ففينا نوصه بالإنكار لكن الإله ما عنده أدلة كافية لنقول غير مقتنع بوجود إله هو أيضا منكر لأنه ما في بيان الفرق بين الله وبين الشمس هذا الشيخ طيب أوكي شلون فيني يتأكل من الشمس موجودة يقول لك ارفع رأسك وانظر للسماء بتطلع بتقول له كلامه صحيح طيب خلينا بنفس الحوار شلون فيني يتأكل من الله موجود وقعت يا ملحد يا منكر وقعت بالخاء بتسألني كيف يتأكل من الله موجود فكرني ما حعرف جاوبك خذ هاي قال الله تعالى في سورة وهذا هاي هدي هدي ليش رحنا على قال الله القرآن عم جيب لك القرآن شو بتي بالقرآن انت قلت لي بني دليل وجود إلهك هو مطابق تماما لدليل وجود الشمس ليش لما سألتك على الشمس قلت لي ارفع رأسك انظر لما سألتك على الله قال الله تعالى طيب طيب ما بدك قال الله تعالى خذ هاي شو رأيك بدك أثبت لك بالله هاي موجود فكرني ما حعرف جاوب يا ملحد خذ هاي عن ابني عباسن رضي الله عن الرسول كان شو بدي بابني عباسن مين هذا ابن عم الرسول أحاديث صحيحة شو بدي ليش عم تجيب لي أحاديث لتأثبت لي وجود إلهك لما أنت من جبرت تجيب لي أحاديث لتأثبت لي وجود الشمس هاي هي المفارقة المعرفية اللي هنم ما عبدوا يستوعبوها أنت بالنسبة لإلك أنت بنظرك تعتقد أن الإله موجود مثل الشمس لكن بالواقع ليس كذلك لو كان هيك كان انتهى النقاش من زنان فما فيك تقارن إلهك وأدلة وجوده بالشمس وأدلة وجوده أي مقارنة زائفة مثل ما حكينا من البداية أكمل شيخي المرحد المرحد لا يتهم بعلمه بل يتهم بعقله أنه المرحد إنسان أنكر ضوء الشمس الصاطعة في رابعة النار هذا شيء لم يحصر وشرحنا لك ليش لما أنت بتقول أن المرحد ينظر للشمس ويقول أنها غير موجودة وكذلك الله طيب شو نعمل بالأديان الثانية أنت بنظرك حسب هاي الآلية المنطقية يعتبر المسيحي إذن بما أنه يؤمن بوجود إله وآلها هو أيضا ينظر للشمس لكن بعكس المرحد لا ينكر وجوده وإنما يرى الشمس لونها أزرق أنت هذا التصنيف تبعك صفي أنت تبع أهل الأديان الأخرى هاي المشاكل بتخوت فيها لما بتحط أنت إلهك ومواصفاته مثل الشمس صديق رهي لا تنطبق الحقيقة ما وجدت أبلغ من توضيح هذا الموضوع وسلبيته وافترائه وبعده عن الحقيقة من أن أروي بهذا اللقاء المباشر الطيب ما قاله الملحدون والطغاة وهم على فراش الموت الأول أحسن شيء لقيته للرد على الملاحدة هو الملحدين المشاهير يلي ماتوا وقالوا كلمات قبل موتهم ليش هذا هو أحسن شيء لقيته لما بتقوله أنه هذا أحسن شيء أنت لقيته أنت بشكل غير مباشر عم تعترف أنه لا يوجد حجة جيدة للتكلم مع الملحدين أحسن شيء فيك تعمله ضد الناس الملحدين يا صديقي هي إثبات إدعائك فقط لما أنت بتروح لعن شخص تقول له أنا إلهي موجود بالسماء وما وراء الواقع وجارس على عرش أحسن شيء فيك تعمله ضد ملحد بيقول في حياتي كنت أستعد لكل شيء إلا الموت وأنا الآن أموت ولست مستعداً لا عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت لذلك هذا كلام صحيح أنه علقافي يا صديقي في القبر يظهر الحقائق حتى الذي ادعى أنه إله في ملحد وفي إنسان دعى أنه إله فرعون كل روايات حقيقية يا صديقي الذي ادعى أنه إله عند الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل هذه رواية خرافية بدين مبني على روايات خرافية مكتوبة تاريخية ما فينا تأكب من صحتها وإنما أجلت لعننا قيلة عنقار وحبر على الورق فإذا بدك تستحكم لهي القصص كدليل أنت بدك تستعوب قديش أنت عم بتهين هذا الإله ساعتها لأنه أنت مالك مجبور تعمل كل هاي الأمور لما دكت أثبت من الشمس موجودة في حياتي كنت أستعده لكل شيء إلا الموت وأنا الآن أموت ولست مستعدا له ما تريع وجود الله يبدو دكتور إنسان حينما اعتقد اللحظة الحاسمة يعني أي أحد يسألك شو الدلير على وجود الله في إنسان غير مقطع موجود إله لما مات قال أنا لست مستعدا للموت أكتر من هيك دالية شو؟ ما بعرف ما في أكتر من هيك دالية شو بتكون أصدقائي؟ تدرك الحقيقة؟ طبعا تنكشف الحقيقة شوف سيدي الإنسان إذا اقترب من الموت فحوى دعوة الأنبياء كلهم يراها ناصعة ووضيحة عند الموت وما هي فحوى دعوة الإله؟ أنه في آخرى في إله سيحاسب ويعاقب في جنة في نار يقول لك شو بصير عندما يقترب الموت صديقي؟ اللي بصير عندما يقترب الموت هو ليس اتضاح وجود الإله وأينما يبلش ترجع الخرافات الملقنة ربيان عليها الشخص اللي علاقة بالمخاوف تبعه ببلش تتضح انت تخيلها كسيناريو لو بتجيب بشر بتحطهم على جزيرة بتخلينهم يتكاثروا ما بتعلمهم على شيء اسمه دين وتعلمهم على شيء اسمه إسلام ولا مسيحي ما بتعلمهم على أي شيء من هاي الأشياء لما بيفوتوا مرحلة الموت هذول الناس اللي والداني على جزيرة وما لهم ملقنين أي شيء ما حدا بيخطر له فجأة يخاف من نار جهنم أو شجرة الزقوم أو بحيرة الكبرية تبع أخوتنا مسيحية أو الانفصال الواقعي تبع الهندوس والأشياء ما حدا بيخافوا يصيبنا الأشياء ما بترجع لهم أثناء الموت لأنه مو موجودة بالطلقين المنهاجي تبع حياتهم الناس لما بتقرب للموت للنهاية ببلشوا بيتذكروا بيخافوا الأشياء له علاقة بالطلقين والخوف إن كان إلهك لا يظهر وجوده أبدا إلا عندما يتفعل الطلقين والخوف مع أنت فيه خلل باستيعابك للأدلة على وجود الإله صديقي عندك خلل كبير منطقي باستيعاب شو هو كلمة دليل أصلا من أساسها ومرة تانية كيف منقارن هذا الشيء بالشمس لما أنت عم تقل لي وجود إلهي مثل وجود الشمس لكن طريقة واحدة يتأكد منه هو أنك تستمر تموت ولكنك تكون حصرا ملقن الدين لهذا المعين ولكن لا تخاف من العذاب تبع ذلك الدين الذي أنت تلقنته ساعته بل يتضح معك أنه إلهي موجود وحتى لو حصل الأشياء هذا ليس دليل عوجود إلهك صديقي فالإنسان يكون في حياته مبشع عليه لماذا؟ لأن الشهوة تعمي وتصم قيل حبك الشيء يعمي ويصم فالشهوة حاجة بينه وبين الله عز وجل المستقيم عنده شهوات بس يصرفها في القنوات السليمة يصرفها في القنوات السليمة مناسبة ما من شهوة أو دعاها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسريخ لها أوكي خلني أرجع تخيل موضوع مرة تانية معك الله موجود خلقنا وحابب نعرف أنه هو موجود حابب يعرفنا بوجوده لكن خلق لنا شهوات تمنعنا مثل ما أنت للتحجب علينا الوصول لمعرفة هذا الله هاي الشهوات نفسها الله خلق لها قنوات سليمة لحتى نفرغها بمعنى أن الله ما عنده مشكلة مع الشهوات وإنما عنده مشكلة بالطريقة التي تطبق فيها الشهوات بالدين ما في حرمان أبدا الله أوضع فينا شهوة المرأة في زواج المال في عمل أي شهوة أوضعت فينا تكون كبير في عمل صالح إنسان في عنده شهوة المال والنساء والعلو في الأرض مثل الشهوات محققة في الدين يعني مرة تانية الله ما عنده مشكلة برجل عنده شهوة للنساء شو ما كان نوع على الشهوة عنده مشكلة وين بيصرفها لهذه الشهوة إذا أنت بتفرغها لهذه الشهوة بمكان خارج الإطار الإسلامي الله بيعاقبك لكن إذا بداخل إطار الإسلامي أمورك زي العسل فالله ما عنده مشكلة مع الشهوات عنده مشكلة مع التطبيق تبعها فشو قال لك هوس الرجل بالمال النساء والعلو بالأرض وإشياء اللي هو مرة تانية عم يوصف إنسان مضطرب عقليا فالله لقالك حل هذه الأمور أنت عندك شهوة للنساء تزوج هذا أسوأ سبب إنسان يتجوز لأصدقائي ولأسف هو واحد من أسباب دمار مجتمعاتنا أصلا مفهوم أنك أنت الطريقة الوحيدة لتفرغ رغباتك الجنسية أنك أنت تتزوج هذا أسوأ سبب للزواج فأنا ليش لازم تزوج لحتى فرغ طاقتي الجنسية ورغبتي الجنسية الزواج هو ارتباط بين طرفين لمدة طويلة الأمد اللي أنا نفسه الفكرة عندي مشكلة معها ممكن نعمل فيديو بمستقبل في كتير أسباب جيدة وقد تكون أفضل أنك أنت تتزوج من أنه والله بدي فرغ الطاقة الجنسية تبعي بس that's the only reason أنت حتكتشف فوراً أول مرة بتعمل سيكس مع هذا الشخص أنك هدرت عمرك عم تفكر بالجنس بلا طعمي الجنس هو ليس شيء مضخم وغير مصدق وسحري مثل ما أنت متخيل وآخر شيء أنت مرتبط مع إنسان عامين عقد طول عمركم ونتظلوا مع بعض كرمال بس هالطاقة الجنسية اللي أنت عندك ياها رغبة تفرغها وهي مجتمعاتنا مبنية على هالموضوع دك تمارس الجنس دك تتجوز شو بدي أعمل بدي بدي أشتغل موقع ما يكون عمري 18 سنة بس أنا عمري 34 سنة وأنا عم بحرة ومصمد وحرة ومصمد شان اتجوز بنت وحطها ببيت وأخيراً أعمل ساكساً وإياها جرب هالتحفة الفنية العقرية اللي ما حدا صرعونا فيها بالتلفزيون وبالميديا وبالمسلسلات أنه شغلة جميلة أسوأ سبب للزواج هذا من بعد قالك شهوة المال تروح بتشتغل شهوة العلوم كمان في عنا شهوات تانية شهوة الرجال للأطفال يعني شهوة الرجال لزواج القاصيرات هل الدين أيضاً هل هي تعتبر شغلة سيئة بالواقع تبعنا نعم شغلة سيئة لكن مثل ما أنت قلت الله بيلاقي لك مسلك نظيف لها موجودة إذا أنت إنسان عندك اضطراب عقلي بيدوفيلي وبتميل جنسياً للصغيرات الدين بيسمح لك بهذا الشي بيلاقي لك قناة سليمة مثل ما أنت شرحت لي لتفرغ هذا الموضوع في عندك رغبة تانية أنت إنسان شوي نرجسي ولا شوي عندك سوسو بايثية ولا سايكوباتية وبتحب تضرب مرتك إذا ما تسمع كلامك لا تضربها خارج الإسلام ما قوعها لا يجوز هي الشهوة غريزية حيوانية لا تعملها لكن الله إذا بدك بيسمح لك ياها بعد ما تقروا الفاتحة بالزواج فيك تضربها ما في مشكلة إذا هي ما عملت شيء أنت بتكياه موجود هذا الشيء الشهوات نفسة اللي أنت ماعتبرها شيء سيء صديقي أنت ما لك ملاحظ أنك عب تربطها بالدين أنه الدين بيحللها وبيشرعها ومو بس هيك للساعة مستوى للشخصي إذا أنت إنسان مجرم تحب تقتل في عندنا جهاد روح قاتل بتقتل بالحلال أنت إنسان بتحب تسرق وتأخذ مصاري غير في عندنا شيء اسمه غنائم فيك تختنن من هدون الناس كل شغلة سيئة فيه إلى تفسير ديني وبتصير حلال هي هاي الفكرة فالدين ليس بالضرورة عنده مشاكل مع الأشياء السيئة ناس تقول لك لو للدين بتفلت الأمور العالم بتقتل بعضها وبتختصر بعضها الدين بيمنع هذا الشيء الدين بيمنع هذا الشيء خارج الإطار الديني لكن إذا بتقول بعوني الله ورسوله هاي القصة بتعملها بتلاقيها تحليل نفس الأشياء اللي انتو بتقول لشغلات مروعة وسيئة تحت الإطار الديني مسموحة المرحل الثاني توماس إيبس يقول أنا على وشك القفز في الظلام ولو كنت أملك العالم في هذه اللحظة لدفعته لشراء يوم واحد الحياة لو يملك العالم شركات الأرض أراضي الأرض بيوت الأرض يملكها كلها لدفعها ليعيش يوم واحد يتوب فيه فنسوف وسي لاحد يا أصدقائي كلهم كلامهم ملزم لكل إنسان لا يعتقد أو يؤمن بوجود إله أو آله كلهم يعني أنت ملحد تعال تعال سمعك واحد ملحد لما مات شو قال صديقي النابلسي أخي وعزيزي هذا الإنسان استاذ أصدقائي هذا الإنسان مدرس ومعلم لآلاف آلاف الأطفال والشباب والرجال الأجيال اللي موجودة من المجتمعات تبعنا هذا معلم لهم شوفوا المستوى المنطقي بفلسفة تبعه شو هو الآلية تبعه كلهم ببنية على فكرة الله موجود والإلحاد غلط لأنه الملحد لما بيموت بيقول شغلات بيندم عليها بيندم على الحياة اللي عاشها حتى تصح هذه القاعدة لازم يكون عندنا نسبة 100% أنه كل ملحد بيموت بيندم على الحياة اللي عاشها حتى إن حصلت هذه القصة حتى إن كانت نسبتهم 100% ملحدين بيموتوا هذا ليس ملزم للموحدين الآخرين وليس دليل على وجود إلهك أو أي إله تاني أنت بتحبه هذه أول شيء لكن حتى إذا أنت حابب تمشي بهذه القاعدة لازم يكون عندنا نسبة 100% من الملحدين بيعملوا شيء نفسه شو اللي بيكسر القاعدة تبعك أخي النابلسي وجود ملحدين بيموتوا وما بيعملوا هذا الشيء مثل هيتشنز اللي كان عنده استيعاب لهذه الأمور وقال لما فترة مرضه قال الإنسان لما يبدأ بفارق الحياة وبيخف الأكسجين عن العقل أحيانا بيصير بيقول هالوساة بيقول أشياء ما بيعنيها إذا بتسمعوني عم بقول بأنه أنا ندمان ولا هاي الأشياء عارفوا أنه هذا الشيء أنا مو على حياتي أنا حياتي اليوم بيكام القواية العقلية بيقول لكم أنا غير مقتاني وجود له والها وأنا مرتاح موت مع هاي الفكرة فمن جبلك هذا الشخص ديلك انكسلت القاعدة فراحت هاي القاعدة تبعك أنت والدرس خطير للدكتور راحت هاي القاعدة تبعك كلها تلاشت من حسن حسكن أنتو أنه الدين يدرس ويعلم بالطلقين عند الأطفال لأنه ببعدكم ما يدرسوا الدين ولا يقربوا عليه ليصيروا بعمر ناضج بمخ مكتمل ما يكون مكتمل أحيانا بيطول لكن بمخ خلينا أقول قابل للتحليل المنطقي بعمر الواحد وعشرين وعشرين لو بتسمحوا للناس يولد ويصلوا لهذا العمر بعدين بتجوا بتدلوا عليهم دلوكم بالأديان لتصيروا مسخرة تتحولوا لمسخرة هذا كلام اللي انت ما بتحكيه ما بيش تغيرها ناس مخصورة العقول وخايفة تفكر فما فيك تجلس على هذا العرش الفكري المعرفي الملحد يناقش بعقله ولا يناقش بعلمه والحركات على أساس منه أنت الأسمة فكرية والأسمة عقليا لكن وتجد الآلية الوحيدة للوصول للمعتقداتك هي إيمان اللي هو آلية غير جيدة للتصديق بالأشياء الإيمان هو التصديق بالوصول بحصول أو وجود شيء من دون دليل هاي أول تالي وتاني واحدة وأهم الطلقين لازم نزغره نحشيله أفكاره لهذا الولد لحتى ما يقدر يتحدى هالأفكار بس اللي يكبر ويكون خايف منها فما فيك تعملي هدول الأداتين أنت لأدوات وصول إليها كنت تجلس على عرش المعرفة وعرش السمو والفكري والعقلاني ولكنت أملك العالم كله في هذه اللحظة لدفعته لشراء يوم واحد في الحياة يا ليتني قدمته لحياتي سيدي أمر حالي نفسي الندم بعدين أمتى قالوا يا ليتني قدمته ويا ليتني صليته الجمعة والفجر والتراويح وصمته رمضان أمتى دون؟ يعني ليش أنت رابط الكلام اللي قالوا هدول الملحدين حصرا بالدين الإسلامي وندمهم على الإله الإسلام بأحسن أحوالهم إن كانوا عم بتكلموا عن صياغة دينية هنا عم بتكلموا عن ديانة مسيحية هدول اللي عم تقولوا عليهم لأنها المسيحية الأصل بأحسن أحوالهم ليش أنت الكلمات هاي الغوغائية الغير مفهومة اللي قالي لنا عن ندم حياتهم بشيء معين أو حزنهم من الموت ليش رابطوا حصرا منه عم بقولوا يا ريتني كنت عم بتفع الزكاة يا ريتني كنت أمر بالمعروف وإنهي على المنكر يعني واحد وجد الجنة وما فيها من نعيم إلى أبد الآبدي ضيعها بسنوات المعدودة أمضاف المعاصي والآسام نحن ما وجدنا جنة نحن وجدنا كتب فيها روايات مضحكة عن شيء اسمه جنة روايات كلمة منحطة بأي مرة تحت التطقيق والتفكير والطمحيص بتطلع روايات كرتونية سبيستونية مضحكة خاصة الجنة والوعود الجنسية ووعود الطعام ووعود الشراب الأشياء اللي حصلهم تنطبع على أحلام ناس كانوا عايشين من الصحراء وفائرين جنسيا تنطبع على تحقيق أحلام هذور الناس الجنة ما فيه شيء للناس اللي بتطورها فكرية ما فيه شيء للناس اللي مسافة كبيرة جدا بين مؤمن أمام جنة إلى أبد الآبدي وبين مجرم أمام النار إلى أبد الآبدي مسافة كبيرة مجرم شو اللي أجرمه الزمان مجرم شو يعني أنت لما بتقول لما بتقول أنا غير مقتنع بإدعاء ما شو الإجرام بالموضوع أنا برأيي المجرم بينطبع على إنسان بغض النظر شو الخلفية تابعه إن كان مؤمن بإدعاءات هرافية أو غير مؤمن فيها بيرتكب شيء حقيقي مؤذي للآخرين أو قد يكون مؤذي لأوله هو ولمجتمع يمكن وصفه بالإجرام لكن إنت لما بتقول كلمة مجرم وإنت إنسان بقيمة بشهرة كبيرة معروفة إنت مؤثر حقيقي بمجتمع تابعنا لما بتسمي الملحد مجرم صديقي هذا في خطر بالواقع تابعنا بالتطبيق تابعه إنت متخيل الناس اللي ماشي بالشارع بعد ما شمعوا هذا الدرس الخطير اللي إنت قديت لنا يا على اليوتيوب وفكر لحيمشوا بالشارع يشوفوا واحد ملحد عم يقول لك أنا سمعت كل كلام الشيخ المفضل تابعي لكن كلمة مجرم عندي تحفظ له لا لحيشوفه مجرم لحيعتبره مجرم لما أنت بتنزع عن الطرف الآخر القيمة الإنسانية تابعه وحتى القانونية أنت لو تقول مجرم معات هذا معارض القانون فعملت أنت بتخصر أو تنزع من الطرف الثاني قيمته الإنسانية كإنسان لأنه هذا إنسان مغفل لدرجة أنه شاء في الشمس وما بده يسدق أنه هي الشمس موجودة وموس هيك مجرم هذا الإنسان شو الجريمة تابعه ناله بأنه في إله جالس على عرش خارج الواقع حاملته 8 ملائكة لأنه بينطبق عليهم قانون الجاذبية وهذا الإله رفع السماء من دون أعمد وهو ماسك بإيده وإذا فلتها حسب القرآن بتقع علينا وتموتنا وما صدق هذا المجرم ما صدق أنت عم تحوله لإنسان مغفل عم مستوى الشخصي ومجرم عم مستوى قانوني شنون بدك الناس بالشارع تتعامل مع هيك واحد أنا اللي صادمني أصدقائي بأنه هذا شيخ كيوت هذا ما له مثل هدول يمتعودين عليه إحنا السلفية والوهابية هذا شيخ كيوت يعتبر فهذا الشيخ يعتبر بوقتنا الحالي لا يحرض على الكره وعنده انفتاح فكري مع التحفظ عاكمة فكر يعني لما أنت بتحكي رواية خرافية لا وجد دليل عليها ده شخص وما بيصدقه ومن بسبب هذا الشي بتسميه مجرم أنت إنسان عندك انكسار باستيعاب الواقع صديقي أنت إنسان ما بتعرف أبدا شو معنى كلمة مجرم وشو التداعيات تبعها وأين يستحق أن توصف أو تستخدم هذا بكل بساطة فيني كبير جدا دكتور إذا كان نور الإيمان والتوحيد صاطعا كضوء الشمس كما شبهته في مطلع الحلقة لهذه الدرجة لماذا لم يؤمن كل الناس؟ لو بحثت عنه بس أنت إنسان مختار علت وجودك الاختيار الكائنات كلها المخلوقات كلها حتى النباتات حتى الجمدات نفوس كلها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبل ما نفوت على الآية العلمية حي إن عرضنا الهي سأله سؤال جيد جدا اللي هو إن كان الله وجوده ودلة وجوده يساطعك الشمس ليش في ناس ما بدأ آمن؟ أما قالك أنت عليك أن تختار لازم أنت شو قال؟ شو الإجابة كان؟ ساطعا كضوء الشمس كما شبهته في مطلع الحلقة لهذه الدرجة لماذا لم يؤمن كل الناس؟ لو بحثت عنه بس مرة تانية فينا نطبئ هذا كلام على الشمس صديقي بالمثال العبقر يتبعك؟ أصدقائي بدكم تتأكدوا أن الشمس موجودة؟ أنا ما بقلكم طلعوا ورفعوا روسكم للسماء لا لأنه إذا رفعتوا روسكم ما هتشوفه يجب عليك أن تبحث أولا لا ما بينطبئ على المثال اللي أنت جايب وما لك مجبور تبحث بأي شيء لتأكد أن الشمس موجودة كله عليك تعمله ترفع راسك فقط بالسماء بس ترفع راسك؟ يبدو أنه حسب معطيات لأنا شايفة الشمس موجودة هم بلش بقى بده يرقع أو خلينا يقول يخفي العجز تبع الإله اللي هو بيعتقد وجوده أنه عمليا أنا قلت لك مثل الشمس هو نعم لكن ليس كذلك يعني الشمس فيك ترفع راسك وتشوف إلهي ما فيك تشوفه لكن بدك تبحث عنه عليك أن تبحث عنه هذا بيفطرد هذا الكلام أنه كل من آمن هو بحث وكل من لم يؤمن لم يبحث وهذا الشيء معارض للواقع عادة المؤمنين هنه مو الناس اللي يدوروا على الدين المفضل طبعا هنه يدوروا على الإله المفضل وتأكدوا بعد الأدلة عادة المؤمنين هنه الناس الملقانين الدين عادة بيكتسب ليس لا بالعلم ولا بالمنطق ولا بالحجاج والمحاورات وإنما بالتلقين بتولد أنت ببقعة جغرافية معينة أهلك مؤمنين بدي معين بتلبسه للدين وتطلع عليه هاي الطريقة لعادة العالم توصف إلى الدين الدين هو ويراثة عمياء مع تخويف أعمى ومن دون تنقيح ومن دون تفكير ومن دون أنت بتخيلين الناس بتجيبوا لا قبل ما نبلش خلين نحكي بالمنطق قواعد المنطقية كذا وكذا وفي شيء اسمه مغارطات منطقية يجب تجنبوها أثناء الحوارات والحجة مبنية على كذا والفرق بين الحجة والدينة هو كذا وكذا هل تعالى أثبت لك وجود إله لا الله موجود خلال السماوات أنت بتصلي كل يوم غبس مرات وتصوم وإذا تموت وتروح على الجنة وإذا أنت ما كنت على هذا الدين وحابب تفوت عليه مو مهم البحث تبعك دك تخلص يعني أنت فيك تقولي أنا بحثت في الدين وكذا نحنا عم نستناك وتخلص أوكي ما فيك لأهلا ما لك مسلم لا البحث بيفيدك لا المنطق بيفيدك لا الفكر لا القراءة بدك تقول أشهد وأن لا إله إلا الله وأشهد محمد عبد الرسول دك تكرر كلمات معينة فيها دعاء زور فيها دعاء شهادة زور أنك أنت لا شهد لا شفت لحتى الآن صير مسلم ما في شيء أي منطقي لفكرة أنك أنت تأسلم ما بيتطلب منك شيء لأنه السؤال بدك تسأل نفسك لحتى إنسان غير مسلم غير ولدان على إسلام بده يصير مسلم شو المقويماتي لازم يعملها هالمجبور هو يبحث ويقرأ والترجمة والمعجمة والأحاديث والوراثة والأسر الأسطور الإسلامي لا ما المجبور يعمل شيء بده يشهد بده يعدد كلمات شهادة زور بده يقوله طيب اللي درس وشهد هل بيصير مسلم؟ نعم طيب اللي ما درس وشاهد هل بيصير مسلم؟ نعم فالعامل المشترك بينك وبين صير مسلم هو ليس الفكر ليس المنطق ليس البحث ليس القراءة الشهادة يا صدقائي that's all you have to do إذا بتدرس وما بتدرس بس شاهد أنت خلص أمورك زي العسل فأنت كنت بالبداية عم تقول لي الملحد لا يحارب بمنطق بعلمه وإنما بعقله شك وين العقل؟ بالشهادة لحتى أن تتآمن يعني صفي عندنا طريقين نحن لحتى نصير مسلمين إما أنك تولد مسلم تأخذه بالطلقين بشكل أعمى أو أن نستناك أنت بتقول الشهادة وين العلم والمنطق بهذا الموضوع؟ الشهادة قول باللسان وتصديق بالقلب لعنك الله على هك كومنت بذلك إلي كلمة كنت في أمريكا قال لي واحد ماذا رأيت هناك؟ قلت له والله في ملاحظتين الأولى الإنسان هناك يعيش لحظته بس بيته سيارته سهرة لقاء نزهة سياحة إلى آخره يعيش لحظته الهم الأول الرفاه ما فيهم تاني إنه من خلقني لماذا خلقت؟ ما الموت؟ ماذا بعد الموت؟ ما الجنة؟ ما النار؟ ما الأباد؟ ما يعيشوا لحظته همه الرفاه هذا العام العالم كله ماشي بها الطريق وهذا طريق ميمر المؤمن إنسان متميز على أربان وين رايح هذا الكلام هذا الكلام أصدقائي اللي بسببه طلعت المقولة تبع الدين أفيون الشعوب هذا الكلام اللي هلنا عم بيحكيه أنا رحت على أميرك شفت الناس عايشة شو بدك أكل سيارات مصاري سعادة بسط واستغفر الله العظيم الناس شو أغلبية العقلية تبعالي شو عم تسعى؟ استغفر الله عم تسعى للسعادة وهذا الشي مدمر أنا شفتهم بعيني ما بدهم غير سعادة بس عم بيسعوا لأنه نكونوا مبسوطين أكتر عايشين حياة رفاهية عايشين حياة لك يا استغفر الله ممتلعنا نحنا ممتلعنا المؤمن الذي يؤمنوا بقلبه بعد شو المشكلة بإنسان عم بيسعى للسعادة أثناء الحياة كيف ممكن إله الكون يكون غضبان من هيك شي أنا خلقتك وخلقت لك وأرضية تبعك عم تعيش وتتزوج وتحب وتربي أولاد وتجيب سيارة وتأكل أكل طيب وسعيد بحياتك كيف ممكن إلهي عاقب هيك شخص يكون غضبان عليه لا عمل مشاكل لا أقتل حدا لا سرع حدا لا اغتصب بس عاش حياة وحاول يسعى للسعادة أثناء هذه الحياة يرفع مستوى السعادة تبعه والناس اللي بيحبه شلون بيغضب الإله من هيك كيان كمان إضافة شو قال لك كمان شغلة تانية وهذا السعيدي اللي عم بيسعى للسعادة والرفاهية ما يفكر بالموت ما بيفكر ما بيقول لك أنا أزميتك وين دي روح مين خلقني ليش ما بيفكر ليش بدك يا يفكر بهذه الأمور لأنك أنت طالما علمت الإنسان أنه في جهل بإرن معينة بتفتح المجال لأنك بلش تقول أي شي بدك يا بتفتح مجال للأديان بتفتح مجال للخرافات بتفتح مجال للسيطرة على العقله لهذا الإنسان خلقت له مساحة هو بيعرف ومتفق معك أنه لا يعلم ماذا سيحصل خوفته منه لهذه المساحة وجبت له بقى السيناريوهات تبعك أنت شو هيصير فكي بكرة أنت عايش مبسوط وعم تربي عيلتك وكذا بكرة الله في عنده نار وعنده سلاسل وعنده ملاك الموت وعنده ملاك العذاب ليش لازم يسدي بهي الأمور شو سبب شو سبب مقنع لنقول هاي الأشياء فعلا موجودة سبب مقنع أنك أنت هم بتاع وشو بيصير بعد الموت بدك أكتر من هيك دليل ما بده يأكد تعيش مرفه ومبسوط بده ياخدك لعنا ع بلادنا يلي آكلين هو ما عنا أكل ما عنا شرب ما عنا حياة حكامنا مسيطرين على حياتنا ومدمرين مجتمعات تبعنا مستوى النفسي ومستوى الاقتصادي لكن نحن منفكر بالموت دائما والحمد لله ودائما منسأل نفسنا ما يأيمن خلقنا ومن أين أتينا والحمد لله هاي هي الحياة الصحيحة لأنه عدا ذلك بيغضب الله أصدقائي المؤمن إنسان متميز عرف سر وجوده وغاية وجوده عرف أن له ربا عظيما هذا الرب خلقه للجنة إلا من رحم ربك ولذلك خلقه لجنة عرضه السماوات ولهم تبحث عن ربه لا نحرم النساء يتزوج ويعمل ويأكل الماء الأشياء الأساسية متاحة له كلها بس من طريق نظيف أنا أقول لكن لولا الشهوات مرتقينا إلى رب الأرض والسماوات كمان مرة تانية هذا كلام صحيح لنا عبقافية شهوي قوة دافعة أنت تشتهي المرأة تزوج تختار مرأة صالحة تنجب أولاد أبرار مؤمنين بنات صالحات الأفضل يا صديق لما أنت بتشتهي مرأة إذا كنت أنت إنسان عندك هذا الميول ومشتهي مرأة الأفضل أنك أنت تصادق مرأة إذا صار في بعمر معين مناسب بعلاقة حميمية بيناتكم مناسب الطرفين ما عنده مشكلة يصير في علاقة جنسية بيناتكم لحتى تشيل من بارك هذا الوهم والخداع يلي متحكم بعقول أغلب البشر بوقتنا الحالي خاصة رجال جنس شغلة لا تصدق وشغلة يمكن بشكل استمراري تكون دائما جيدة ناسي بتقول لك أنا ما أكون متجوز ميريان فارس والله كل يوم كل يوم شيك إذا بتكون مو ميريان فارس إذا بتكون مجوز جيسيكا قلبة ما في شي يسمه كل يوم كل يوم ما في شي جنس ما له هيك فأنت عم تنصحه نو والله أنت شهوان بتتجوز النصيحة الأفضل أنه يعاشر هذا الإنسان يمارس لحتى يقيم من باله يتطوري يرتقي كإنسان ويقول أوكي هلا تعلمت أنا بعمر مناسب أنه الجنس ما له أهم شي بالحياة مما يعني صال عنده فراغ أنه ينتبه على شغلات تانية قد تكون أفضل لأله بالحياة لكن الأخ هون نوعبين صعوبة الزواج إذا أنت هايش تجوز أول شي ما له مستوعبين صعوبة الزواج بمجتمعاتنا قديش صعب أنك حقيق هذا الشي تاني شغلة الناس الناس مثله بصداع العقوم بيربطوا كلمة زواج مع سعادة بشكل طلقائي غير مبرر ممكن كل آتنا منعرف مجتمعاتنا طبع إذا مثلا أم عم تحكي عن ولادها والله ابني الأول الله يهديه شوي هيك بعد ما سافر متغيرة نفسيته سمعته أنه عم بيشرب الله إن شاء الله يهديه بس ابني الثاني لا الحمد لله متجوز عنده ولاد فما بيحكوا عنه متجوز عنده ولاد هذا نجح لا متجوز عنده ولاد هذا فأبني الثالث بقى هلأ عم نسعاله على ليش المتجوز عنده ولاد حطيناه ضغري تحت قائمة الناجحين والسعيدين ليش اتضح عادة بالعكس تماما بيكون هذا هو اللي بده مساعدة هذا هو اللي ماله سعيد هذا هو اللي عنده ضغوطات بحياته وماله طايقة بسبب الزواج المبكخ وخاطئ والنتيجة تبعه اللي جبنا أولاد وبلشنا نستوعب بأنه مو هي الحيالة أنا بدي إياها أغلب الناس بيعيشوا بهي الدوامة الناس ما تفكر بالقصة خلص طالما تزوج وجاب ولد يجب أن يكون سعيد حطوهم تحت قائمة السعادة خالصين انتصروا هدون وصلوا للزروة على السعادة بالحياة طب لم يقم بعض هؤلاء الملحدين دكتور بالبحث عن حقيقة وجود الله في الكون فلن يصل له أنا الرأي دقيق هنا رأيي دقيق جدا فيه الحاد ينتفع منه فيه الحاد موضوعي هذا قليل جدا وغير موجود الحاد موضوعي يعني هو فكر اتعمق دقاغ ما في إله لما لغى الإله لغى المنهج لغى الحرام لغى الشرع لغى التوجيه لغى تعليمات الصانع صار حر فلتان طليق يعني بتعبير مؤلم دابة فلتاني هلان شوي قلتلي الغرائز البشرية المضرة الله فاتح لك فيها سلك وقنوات سليمة مرة تانية قلتلك انت ما حل لتلي المشكلة انت ما قلتلي انه الإنسان بيطبعه بيشتهي الأطفال وهذا الشيء سيء و الله حرمه انت قلتلي انسان بيطبعه بيشتهي الأطفال هاي غريزة حيوانية مثل ما انت قلت دابة من شوي غريزة دابة بهيمية الله حرمه انت قلتلي الله سمحها بقناة سليمة فانت ما حلتلي المرحد شو قال لك المرحد هو خلص طالما قاله الله غير موجود باع القواعد كلها خلص صار دابة فلتاني بقدر يعمل لي بالدوياه فتعالى عنه على الإسلام عميه سبسكريبشن للإله المفضل تبعي لحتى تضلك دابة انت فلتاني لكن بما يرضي الله ورسوله لأنه كل الشي اللي انت وصفه بالدابة ما قلتلي منه ممنوع بالإسلام وإنما قلتلي مسموح بما يرضي الله ورسوله شهوته إله وشهوته اتخذ إله هو هو بس بالمؤمن إله زوجة بس هذا بجوز يعني يخطئ مع موظفي عنده مثلا اختلاف واذا؟ يعني بالمؤمن إله زوجة بس هذا بجوز يعني يخطئ مع موظفي عنده مثلا اختلاف الوضع اختلاف كلي اختلاف كلي نعم قال لك المؤمن عنده زوجة لكن المرحد ممكن يمارس الجنس مع موظفي عنده معنا أي سيناريو نحنا لأخوة مؤمنين مسلمين متزوجين عم يمارسوا الجنس مع المساعدات تبعهم او السكرتيرات وما عندنا اي مفاعز دقائي لا يمكن ان يحصل شو عم تحكي؟ طالما قالت اشهدوا الله إلا الله انت بتصير بس مجذوب جنسيا لزوجتك ولا بتمارس جنس مع اي حدا تاني خارج اطار الزوج الله مستحيل الملحد بس بيعمل هاي الشغلات طب خلينا نمشي معها مع سياقة اسلامية اوكي انت مزعوج من الملحد لانه بيمارس الجنس خارج الزواج خارج اطار الزواج الاسلامي مزعوج من هاد الموضوع طب اذا اجينا لعندك على الاسلام شو بصير؟ شو شو بصير اذا اجيت على الاسلام لعندي؟ فيك ما اجي جنس مع زوجتك وقال لك ما تنود ولاتهم وربع مو بس هيك في عنا ايضا ما يسمى بالسراري والجواري في عنا ملك اليمين اذا انت حابب ما يكون في زواج موضوع وفي إلها يكون هي صداق وهي الاشياء في عنا ملك يمين قديش عددهم مفتوح حد ما بدك هل متزوج انا له؟ مو بس غير متزوج لا يجوز زواج ملك اليمين لا يجوز ممنوع ملك اليمين تزوج حصرا او تتزوج حصرا عندما يتم اطلاق صراحة من العبودية بس لها تعتق نفسها هي او يعتق المالك تبعها ساعتها ممكن تتزوجها ستصير حرة لكن هي وسابية لا يجوز زواج منها فاذا بدك انت علاقة جنسية خارج طار الزواج موجود عندنا بالاسلام لكن متل ما عم يشرح لك الملح الداب بفل تاني لكن الفلت الداب بي تبعه نفسه انا سامح للطبق اياه بس امن بالاله تبعي انت معا بتحل المشكلة صديقي صفي انت الالية الاخلاقية تبعك مكسورة لانا معا بتحل المشكلة انا عندي احترام اكتر لانسان مستوعب انه زواج الاطفال غلط اغلب هادون الناس طالح انه خارج الدين بيعملوه لانه الدين بيسمح فيه لانه خارج الدين عم بيقع في ناس تطلع من الدين لانه الدين بيسمح فيها الاشياء اريد احترام اكتر لهذا انسان انت بدك تسميه دبا بدك تسميه منكر للحق والعمال اللي بدك يا انا اهلاقيا عندي احترام له اكتر في廚وا للاه ايمان المؤمن بد ضمن حصن حصين يعني فيه أشياء مستحيل يفكر فيها ويفعلها يفكر فيها ما هو الإنحادة؟ آه خلاص الفيديو كله خلاص الفيديو كله قال لك فيه أشياء مستحيل يفكر فيها داخل بعقل المؤمنين كلهم هو سوا فكرهم كلهم مؤمنين حتى وحده وهو بيعرف شنا بيفكره فيه أشياء مستحيل يفكر فيها المسلم مثل ما قال لك المثال تبعه ما بيمارس الجنس مع المساعدة تبعه أو الموظفة عنده مستحيل هذا الشيء يحصل ممس ما يحصل مستحيل يفكر فيها أنت عم تقوله هو منافع للواقع صديقة حرفيا أنت فائت بسيناريو منافع للواقع للأسف هذا هو الدين كله من أساسه الحجج الدينية الاعتقادات الدينية كله مبني على منافعات الواقع وانت فائت بهذا الموضوع المحزن لا إلي أنا هو أنه إنسان مؤثر أنا معادي مشكلة إنسان مثل هيك يكون موجود بمجتمعات تبعنا وبيعمل ويساوي لكن لما بتكون أنت بهذا الحجم بهذا التأثير لازم يكون لازم يكون فيه رقابة على الشي اللي أنت بتحكيه لأنك أنت بكلامك هذا البسيط التفكير عديم التفكير للأسف بتأثر على أجيال كتير كبيرة لمدة طويلة لأنه الناس اللي هلأ تطلقن كلامك من صغرهم عندهم رحلة صعبة جدا وطويلة ويمكن ما يصلوا له ليتخلصوا من هاي النفايات الفكرية وهي النفايات المنطقية اللي أنتو عم بتحشوها يلي كلها متهافتة ما حكيت شغلة واحدة بيقول أنت بفيديو نفسه عم تناقض نفسك محضر يعني الأخ مو أنه ارتجالي الكلام محضر جايب لك أسماء الملحدين وماذا قال الملحد وعم يلزقلي فيه زينما قال أنا ما لي مستعد للموت وليكني عم بموت ويا ريتني ما بدي موت عم قال لك شو معناته عم بيقول رجعوني يوم وكما قال القرآن ويا ليتني أعود لك ما دخلوا لا قال يا ريتني أعود لأشهد أن لا إله إلا الله محمد النسوء ما هلشي زينما خايف من الموت هذا محضره هو هذا الكلام محضر أصدقائي فإنتو بدك تسأل نفسك شو الارتجال الفكري تبع هيك إنسان إذا هذا مستوى الفكري هو محضر شو معناته ارتجال الفكري تبعه زيرو هذا إنسان مو بس مسموح يأثر على آلاف الأطفال والناس والأجيال مو مسموح فقط مرغوب ما في شي اسمه منطق واقع في شي اسمه قال الله وقال رسول تتبع هاي الأشياء وأي شي بعارضها بيكون الواقع غلط لما بيكون شغلة مكتوبة بديني لهو روايات عن روايات عن نسخ عن ترجمي وصل لعنة عن قيلة عن غال يا أي شي بعارض هاي الأشياء حتى لو كان واقعي بتشك بالواقع ما بتشك بالنصوص والأسوأ كان أسوأ شي بهذا الفيديو إنه قد كلمة مجرم لما أنت عبت جرم الطرف الآخر لأنه ما نمقام بالخرافات تبعك وإذا نفكر بفحول كلام تبع هذول الناس دائما منلاقي إنه هنم بشكل غير مباشر عبيهيني الأولاه تبعهن عبيحولوا إله لكيان سخيف بدو ياك تقول كلمات معينة حتى يرضى بالسبسكريبشن تبعك بدو ياك تعمل أشياء غير أخلاقية لكن تحت اسمه وقبلان فيه ما عنده مشكلة الحياة السليمة إنك تسعى للسعادة وكذا غير كافية لإله وبتضره نفسيا وبعاقبك عليه بدو ما ينتبهوا يوصلوا إلهو لمواصفات محرجة لكن لأنه عم بيحكي بلغة عربية سليمة لأنه هو شيخ وقال بسم الله وإنها الله وإشها الناس تشعر بالأمان وبتسكر مخها وبتآمن